الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وفي هذا اللقاء سأتحدث عن اسم الملك وكذلك الملك وهما اسمان ثبت لله سبحانه وتعالى وقد ورد في كتاب الله عز وجل هذين الإسمين يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقول جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ويقول جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وهذان الإسمان يدلان على أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك ومعنى ذلك أن الله تعالى كما أنه خالق الأشياء كلها فهو مالكها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى بلا مدافعة ولا ممانعة ولا يعجزه شيء جل وعلا لا يعجزه شيء قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوب لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الآيات والمعنى أخواني وأخواتي بأن اسم الملك واسم المليك ثابت لله عز وجل ولذلك الملك في واقع الأمر يرجع إلى أمور منها أولا ثبوت صفات الملك له التي هي من صفاته العظيمة الدال على كمال عزته وقدرته وقوته وعلى حكمته الواسعة وعلى إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء ولذلك الله جل وعلا مالك السماوات والأرض قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ويقول جل وعلا الملك يوم إذن الحق للرحمن قل جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهر الأمر الثاني أن جميع الخلق عبيد لله عز وجل وهم مفتقرون إليه مضطرون إليه لا يستودون عن ربهم طرف تعين ولأجل هذا ليس هناك أحد من خلق الله عز وجل يستطيع الخروج عن ملكه سبحانه أبدا وليس لمخلوق عنا عن إيجاده وإمداده وعن نفعه ودفعه وعن منته وعطائه سبحانه وتعالى يقول جل وعلا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون قل جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ويقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الأمر الآخر أنه جل وعلا له التدبيرات النافذة يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد لا راد لقضائه ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى ولذلك سبحانه وعز له الأحكام القدرية وله الأحكام الشرعية وله الأحكام الجزائية يقول بعض العلماء إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضى والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ويقول جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوما هو في شان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا أو يشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك انتهى كلامه رحمه الله وقد تكرر في القرآن بيان أن الله جل وعلا قد تفرد بالملك لا شريك له وأن الله تعالى له الملك المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه يقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ولذلك اسم الملك واسم المليك ثابتان لله عز وجل ورد في القرآن في مناسبات عدة وهما من الأسماء الحسنة أسأل الله تعالى يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة رسوله إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد